تيك برو تيك برو تيك برو السيد أمير بن زايد أهلا وسهلا أهلا وسهلا محمد ومرحبا بالنس اللي قاعدين يسمعوا فينا الكل وشاء الله تعضي بكيشون خفيفة كيما العادة أكتنا بحضر لنا اليوم في أفسيس برو والله اليوم كان عندي بروغرام اخر فمش كل نسمع الكابشول ربريك اللي فاتت معناها وخالي أمير كحكيت عن رودماب تترانسفورمشن ديجيتال قالي اه ديفلوبي خوي دونك بش نديفلوبي بش نديفلوبي واليوم الروودماب واضح نديفلوبي والروودماب ديركتما في أستوس برو أستوس برو مرحبا بيكم في أستوس برو اليوم بش نحكيه وعلى الروودماب ومهمتها معناه في الترانسفورمشن ديجيتال في البروجيه في حد ذيتو حكينا جمع اللي فاتت قولنا اللي بغميلة زيتاب بش تختم بيها الاستراتيجي متاع الترانسفورمشن ديجيتال هي الروودماب ناس كل نعرفو ومديما نعودو نقولها اللي الترانسفورمشن ديجيتال هي تبريزنتي اليوم سي لباز متاع اي ارغانزاشن ولادوبسيو متاع الديجيتال تولز جددو اللي تكنولوجي اليوم قاعدين يعملو في ثورة كبيرة في الشركات كيفاش قاعدين يخدمو في البزنس امتاح وفيت التخنسفورمشن رودماب متاع التخنسفورمشن ديجيتال ناشحة اليوم بشتعاون اي شركة انها تخلي الاهداف متاحها يوليو احقيقها خلينا بديو بسؤيل اللول شنية الديجيتال ترانسفورمشن رودماب وفيت الروودماب عن البلان عنا فما بلان هذي الهاي ليفل بلان سي الهاي ليفل بلان اللي يخليك تعمل اوتلاين متاع الخطوات اللازمة بشتكونكتي الفيزيون استراتيجيك متاعك بالاهداف متاع التخنسفورمشن ديجيتال وفيت تخلي الروودماب بتخلي التخنسفورمشن ديجيتال استراتيجي متاعك تكون واضحة فوكست معناها مركزة وواضحة واهم حاجة الي هي ميجو غابل وتنجم تفهم روحك وين وصلت وقديش مزيلك بشتخلط للهدف متاعك. فما ثلاثة مفاتيح اساسية في الروودماب لازم ندي ما نركزوا عليهم اللي هما اللي هي تجربة المستخدم اه بلوتو التجربة المستخدم ماذا يعالي يقول اللي هي مهم ومهم جدا والحاجة الثالثة اللي هي التكنولوجيا المستعملة والإنفراستركتور اللي عندك اكتوال انتي اما زادة مشكين تكنيق ما مالي رحكيه و زادة في الوظائم تاع الورغانزاسيون متاع الورغانزاسيون متاع شركتك كيفاش لازيكيب كيفاش يخدموا. البروسيس كيفاش يتحرك حتى المعلومة كيف يتحرك لازمك تفهمه. بعد تعدي الحاجة الثانية ولي كل عادة لازم ومهم جدا اللي يكونوا ديما ناخدوا رفيرانس البيزنس اللي هما الاهداف اللي تحطهم الشركة في كل عام لازم ديما ما تبعتش عليهم ديما لازم يكونوا عندهم معلاقة وببعضها. الاتاب الثالثة اللي هي الراها انا اتاب يصير مهمة على خاطر ونحب ونقولها ونتحمل مسؤولتي كاملة في الكلام اللي بشو نقوله. اللي اليوم اصحاب الشركات اللي ما هومش يخدموا في الشركة. شو معناه؟ مو طاقة فما شكون عنده شركات. وطاقة ما هومش يخدم في الشركة. ما كل شركة عنده سيئو ومتيحها وكل شاي. يقول لك انا نحب تخونس فرمسيون ديجيتال ويمش على روح. وهذا ماهوش ماهوش منصوح بيه واصلا ماهوش معقول وما لازموش يسير. ونفيت لازمنا نونجاجي وستيكولدرز الكل. العبيد الكل اللي عنده علاقة بشركة لازمها تكون انجاجي في البروجيه هذيه. والسينير مانجمنت زيدا لازمو ميكونو موجودين. مش نحطو ايكيب وخليهم يخدمو اه على رواحهم. مسير جبرابي سامحني. قول. قولها كاتر ضغطو المرارة من الحاجة تذيه. حتى مع الشركات اللي خدمت معاهم قبل ولا نتعامل معاهم ساعات. انو راهو لا تخونس فرمسيون ديجيتال راهو ماهوش هدف. اي اي. سي بروجيه. سي بروجيه اللي بيش واصلنا الهدف ويسهللنا مبعض الجورني متاعنا ولا الديل متاعنا. اكزاكتوم. بيه. انتعديو لليلتاب الرابعة اللي هي اللي انتي تختار فاها اللي اختيار متاع اللي تكنولوجي وليزوتي جدو دلي بيش تختم بيه. نوك لهني كو سوا دي اي 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 نحكيو على دي solucion كلاود زيدا بيش تختارهم. ونحكيو حتى دي solucion زيدا متاع Advanced Analytics اللي هوما لزوتي متاع الاناليتيك سي تقام اونسي برش. راهو اكزل ماهوش اونسي. راهو transformation digital. when we talk about transformation digital. انا انا الحقيقة. مرراش اكسيل حاجة افنسي وهذا راي شخصي. استعمالتنا احنا. ميش افنسي. ميش افنسي. فما دي solucion. اي اي اي. نشي نحكي هذيك هكلي عندي اصحابي معناه ودي كوليج يختموا معايا ساعة الرأي وريني حاجات في اكسيل بلاي صعوبني ما دخلتنهم عليها. ليه نعرف نعرف. اكسيل البازيك مهوش. مالهني في الحاجة الحاجة اللي ينا الحقيقة محمد اللي ينا تقلقني على الاخر ولي انا ماذا بي العبيد الكل تاخذ فيها. هذيك عليش قلت ادفانست اناليتيكس اللي هي ميزة شهور متعدتها. معناه انا نحب راو الترانسفورمسيون ديجيتال تحب دي ريزولتات الريال تايم. ما فاميش هذي تستنى ساعتين تستنى فانت كاترور بيش تعمل لك الابديت متعدتها. هذي هذي راهو معناه فانت كاترور في شركات راهو ديسيزيف على الاخر. معناه لازم كتسير الحاجة الاكت بالوقت تعرف اللي يفاما مشكلة. ولي فاما ديسيزيون بش تتاخذ. اتساترا. الحاجة الخامسة اللي هي الالاوكاشن دي روسوخس محمد. اليوما نحكي وعلا كن بش تشري دي زوتيج دود. اه كن بش ترك روتيزي دخاتر ترانسفورمسيون ديجيتال. راو في في وقت مالاوقات بش تخرج لك برشة دي بوست في رغين. دنك لازم كترك روتي. اي بيانسور للي بشي سيرو اللي بشي سيرو اللي بشي سيرو اللي بش تجيب. ولي تابل السيد ساة انفت هي الديvelopment بتاع الماناجمنت استراتيجي. اه اللي هي استراتيجي اللي اللي تسهل عملية الامبلمنتation متاع الرودماب. اه هذية اللي تصير فيها الidentification بتاع جكون لي بشي كون لشي السيرو اللي بشي كون هو الليدر في الترانسفورمسيون هذية. بشي بشي ام فيت بشي خليج زادة تعمل ديفينيشان متاع استركتور دو غوورنانس واضح هذية كلم. استركتور دو غوورنانس لزم هاتكون واضحة ولاتابل خرينيه اللي هي البيوت تيست. لزم كديما تعمل ما تخليش الترانسفورماتيون بتكمل. وبعد التستي. ليه? لازم فما يصيرو انفت كل آآ كل آآ بارتي مل من رودماب تصيري لها امليمونتاشن. تعمل عليها آآ بيلوت معناها التستي. وتشوف اسك اسك قاعدة تمشي ماهيش تمشي. شنية اللي خدمش. شنية اللي مختمش. اسك فما مشاكل لازمها تتصلح. اتساترا. هكيا نكونو انفت يبدأ عن رودماب واضحة. آآ وعارفين نروحنا وين نمشي. والاهداف متانا تكون آآ حاتيني لها دي صغار اللي خليونا فريمو كل ميلستون آآ آآ معناها نعرفو كي خلطنا ونعرفو كي ما خلطنيش ونجمو خرجو دي دي بلان داكشن اللي خليونا نصلحو في الحاجات هذوم. نجمو تعودو تسمو ربريك متاع اليوم على يوتيوب ولا ستوى 3W.radioexpress.com وتخليو لكيستيان بتاعكم باش نجيبو عليهم مع لزيكسپير متاعنا في الحلقة جاية. شكرا ليك سيد امير بنزيد على الايبوتايزر متاع العادة في حلقة تيك برو اللي هي استوس برو نمشي ونسمعو فيش تكنيك مع فيمايكر وانا رجعينا. ترجمة نانسي قنقر